من الجليل الأعلى مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي أهلا بكي كريستين عمليات الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة على الجنوب وكذلك الرد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي اليوم ماذا في التفاصيل؟ هذه نتيجة العمليات التي تنفذ رولا بالفعل أعلن الجيش الإسرائيلي أو سمح بأن نشر أن جندي قتل وأصيب أيضا آخر بجراح بالغت الخطورة في عملية نفذت واستهدفت شتولة بالجليل الغربي ضمن الجليل الأعلى هذا اليوم عملية إطلاق صواريخ موجهة ومضادة للدروع وعلى ما يبدو منذ ساعات الصباح كان يتم الحديث عن وجود حدث أمني يخضع للرقابة العسكرية يبدو أن هذه هي نتيجة الحدث أن هناك قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي ومصاب آخر هذا اليوم دوت صفرات الإنذار أكثر من مرر رولا أربع مرات على الأقل في زرعيت في شتولة في إذن مناحم في انطعاء في أكثر من مكان وأكد ذلك الجيش الإسرائيلي بإصدار بيان أكد تعرض مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية لعمليات إطلاق صواريخ وصواريخ موجهة وأيضا قذائف هون على المطلة في الجليل هذه ضمن العمليات التي ترفض بشكل يومي منذ أثامن من أكتوبر وفي كل مرة يخرج الجيش في بيان ويقول أن الطائرات تغير وتشن غرات على مواقع عسكرية وأهداف وبنى تحتية تابعة الحزب الله في جنوب لبنان وأنه يرد على مصادر النيران بالقصف المدفعي هذا البيان الذي كان في ساعات المساء والذي يشبه تماما البيان الذي صدر في ساعات الصباح المختلف كان الإقرار الإسرائيلي بوجود قتيل ومصاب آخر هناك تقرير جديد لنيويورك تايمز وأيضا شارك في إعداده صحفي في يدعوت أحرنوكت رونين بيرغمان الذي كشف أو تقرير كشف عن وجود اتصالات سرية في محاولة لاحتواء هذا التصعيد على الجبهة الشمالية ومنع تحول هذه الأحداث إلى صراع إقليمي وحرب حقيقية وأن هناك وسيط يجري هذه المفاوضات هو عاموس هوكشتاين الذي كان الوسيط في اتفاق ترسيم الحدود البحرية ما بين إسرائيل ولبنان الذي وقع في نهاية أكتوبر عام 2022 وبالتالي يبدو أن هناك جهود تبذل دبلوماسية بطبع الحال في محاولة لاحتواء هذا التصعيد وأيضا الحديث عن اتفاق بعيد المدى يقضي بإعادة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم الذين نزحوا بطبع الحال وأيضا سكان البلدات الشمالية لإسرائيل بالعودة إلى منازلهم ونتحدث عن أكثر من ثمانين ألف نازح مع الإدراك أن لن يعود الهدوء إلى هذه الجبهة قبل انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رولا هذه المستجدات إلى جانب أيضا أمر لافت ومثير هو إقرار الجيش الإسرائيلي في بيان بعد أسبوع أنه اعترض مسيرة فوق البحر الأبيض المتوسط قال إنه اعترضها في الأجواء اللبنانية قبل أن تخترق الأجواء أو المياه الاقتصادية الإسرائيلية في حين أن تصريحات الآن ترد عن المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت هدفا جويا أو هدفا حيويا في البحر الأبيض المتوسط والحديث هنا عن منصة كريش رولا شكرا لك من الجيل على مراسل التلفزيون العربي كريستين ريناو